متابعيني الأعزاء على قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير وبصحة وبسلامة والنهاردة إن شاء الله مع فيديو جديد فيديو مفيد على قناتنا النهاردة جاي أتكلم عن ميسترال اي اي وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مقرها باريس اتأسستها عام 2023 وكان الهدف هو تطوير نمازج لغوية اوبن سورس او مفتوحة المصدر عشان تقدر تنافس النمازج الموجودة في السوق حاليا وهو اوبن اي اي وجوجل هل ميسترال اي اي بنفس فعالية شات جي بي سي حتى الآن نقدر نقول هو منافس لجي بي تي 3.5 او شات جي بي تي 3.5 ولكن طبعا زي ما احنا عارفين اوبن اي اي في الفترة الاخيرة قامت ببعض التحديثات اللي دايما بتخليها سبقة بخطوة تعالوا وقع مع بعض دلوقات نشوف ميسترال اي اي انت بتروح تسجل في الموقع وبتبتدي ان انت تستخدمه زي ما هنشوف مع بعض النهاردة ميسترال اي اي زي ما انت شايف في الوجهة بتاعته مشابه جدا لشات جي بي تي اولا لو نزلت على الاكاونت بتاعي حابوس تلاقي ان انا في عندنا الجزء المتعلق بالشيرد شات لما تيجي تعمل بقى شات مع ميسترال اي اي وتحب تشير الاركايف دي شات احنا لسه الاكاونت ده جديد التوجر سيم تقدر انك انت تعمل سويتش ما بين الوايت والبلاك زي ما احنا شايفين اللي هو النهاري او الليل او الليل على حسب ما انت عايز انا بفضل دايما اشتغل على ده الاكاونت سيتنج الموجود في اي ابليكيشن والهيلب لو انت عايز تسأل حاجة وهنا اللوج اوت بالنسبة المسترال اللي اي هو في البيتا فيرجن فهنا حيقول لك الريسبونسز مي كونتين اي اكروسز مش دقيقة اوي ولكن ده موجود في كل النمازج هنا بالنسبة للموديل الموجودة عندي لارج وعندي ناكست وسمول وكودسترال تعال كده نشوف كل واحد اللي هو ويتعامل مع التفاصيل الدقيقة فالو انت عايز تفاصيل دقيقة ممكن تستخدم الموديل اللي هو بالنسبة للنكست اندر موجود مع أكستماع ما يكون موجود يعني موجود اب jealous من اسمه كده فاست. والكون هو متخصص اكتر في الكود. فانت على حسب انت هتساءلو في ايه? ومحجاج ايه? بتبتدي تختار الموديل اللي انت هتشتغل عليه. انا بحب ان انا اسيب الموديل بتاعي لورج. لما كون بسأل عنا حاجة وعايا زيها تكون بالتفصيل او نتيجة تكون بالتفصيل. هل بيدعم اللغة العربية? بيدعم اللغة العربية? وده اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة. ان احنا هنسأله باللغة العربية كان لحد فترة قريبة اللغة العربية هو كان بيبقى في بعض المواقع وكان اللغة العربية شوية مش بيقدر انه هو يتعامل معها قوي لكن هنا نقدر نحن نستخدم اللغة العربية وهو بيدعم اللغة العربية فهنا حبتدي اسأله تظاهر انك محلل بيانات هنا بطلب منه انه هو يديني بيانات عن اهم المنصات الاجتماعية المستخدمة حول العالم فهنا حيبتدي يديني مثلا في ايسبوك هي اكبر منصة اجتماعية فيها حوالي 2.8 مليون شهري وحيبتدي يديني يوتيوب وعليه حوالي 2 مليون مستخدم شهري وواتساب على 2 مليون مستخدم شهري وانستجرام 1.22 والتيك توك مثلا هي منصة اجتماعية نشر الفيديوهات هنصيب ويكمل بعد كده سناب شات فكده هبتدي اعرف ترتيب المنصات من حيث استخدامها حول العالم ومن حيث اليوزرز الموجودين عليها هقوله هنا هل يمكن ان تعطيني مصدر هذه المعلومات هل يمكن ان تعطيني مصدر هذه المعلومات بالتأكيد هنا هيديني موقع استاتيستا اللي هو قريدي جايب منه المعلومة وعطيني اللينك كمان الخاص بالموقع ودي حاجة كويسة جدا عشان لو انت بتعمل بحس مثلا عايز عشان تخصل على الاقتباس انت جايب المعلومة منين فبتقدر تروح مثلا للموقع وتبتدي تحطه كاقتباس كمصدر من المصادر اللي انت جبت منها المعلومة بأكسس على الانترنت زي ما احنا شايفين وهنا انت تقدر تستخدمه زي ما قلتلك زي ما انت عايز لانه مجاني ومفتوح المصدر وعد can you give me a web page تقلو can you give me a web page with only html و css as a cv template كانا cv template مكتوب css و html لكا web page مسلا هابتد يعول انتر هانا حابتدى ديني الكود أنا حاخده دلوقتي وأجربه على Visual Studio Code ونشوف كده هيكون شكل التمبلت عامل إزاي رحت على Visual Studio Code وحطيت الكود علشان أشوف الـ Preview أو الشكل بتاعي الـ WebBeach بتاعي هيكون عامل إزاي طبعا أنا مش بقول هنا أنه هو حيساعدك أن أنت تكتب كود لموقع وأنت ما تبقاش عندك أي خلفية أنا هنا حتى لما طلبت منه يديني كود كان CSS و HTML للحاكتين اللي بعرفهم علشان أشوف هل هو فعلا ممكن يديني الموضوع ده ولا لا حتدي نشوف الـ WebBeach بتاعتي لما رحت علشان أشوف الصفحة هنا ده التمبلت Your name, your address, your city, your email, your phone Objective, your objects goes here, education أعطاني طبعا سيمبل, template مش أكتر من كده بيوريك يعني أن أنت هنا حتكتب الـ Education حتكتب الـ Objective, حتكتب الـ Name حاجة بسيطة لأن أنا لما رحت له ما طلبتش منه حاجة غير حاجة بسيطة جدا وبيج بـ HTML و CSS فقط لغير ولكن عنده القدرة أنه هو يعمل الكلام ده هنرجع مرة تانية لمسترال AI ما قلتلك تقدر تروح تجرب بقى أي حاجة أنت عايزها مثلا تعالوا نجرب Next نجرب نشوف حاجة تانية هقول له Can you create a diagram for the most أنا هنا بشوف بس إمكانية هل ممكن يديني diagram ولا لا بيقول لي إيس I can provide you with a description of diagram يبقى هو هنا هيديني description of diagram أعمله إزي مش هيديني diagram مش هيرسم لي diagram هو هنا هيقول لي description title must use the platforms on the internet ال diagram type pie chart وحيقول لي أحط إيه جوه ال diagram أو ال pie chart وعمله إزي لكن كاي يرسم لي لا هنا كمان الموديل كان زي ما قلتلك الموديل concession يعني بيكون بإيجاز بيديني المعلومة بإيجاز لا بالنسبة للمسترال AI مش هيدة يعني ياخد وقت كبير جدا مننا على القناة ولكن حبيت إن أنا ألقي الدوق عليه لست في تطورات كتيرة هتحصل وإن شاء الله هنتابع التطورات فيه كمان هنا بالنسبة للشير تقدر إن أنت تروح تعمل شير للconversation اللي أنت شغال عليها أو تاخد copy link هنا new chat من هنا plus عشان تروح للnew chat شات جديد تماما وهنا الhistory بيبنى عندك زي بالظبط شات جي بيتي وهو open source وfree زي الشركة ما بتقول إنه هو هيفضل دايما مفتوح هل بقى حيعملوا باية plan بإمكانيات تانية ده اللي حنعرفه الفترة القادمة إن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة infotech for you يارب كل اللي بنقدمكم بيفتكم زي ما بقول لكم على قناة infotech for you بتنساش تعمل subscribe لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفناه لأول مرة ولو كنت بمتابعين الأعزاء بتنساش اللايك والشير والcomment دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته